صباح الخير مشاهدينا الكرام بنرحب بيكو في اول ايام عيد الفطر المبارك كل سنة وكلكو طيبين كل مصر بخير وكل الامة العربية والعالم الاسلامي في خير ان شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع الكل يفرح فيه ننسى كل المشاكل والاحزان وان شاء الله ربنا يتقبل كل الاعمال في رمضان والسيوم صباح الخير يا محمد كل سنة ومشاهدينها كلهم طيبين وكل الامة العربية والاسلامية بخير مناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عامة وانتم بخير وانا زمننا نحتفلنا السنة دي بعيد الفطر يكون تتويج لمشوارنا طول شهر رمضان وانا ان شاء الله ربنا هتقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا ودعاءنا ان شاء الله كل سنة وطبين وبنبعوكم ان شاء الله للاحتفال ونحاول احنا النهاردة كمان نحتفل معكم ان شاء الله بالعيد من خلال الحديث عن بعض الموضوعات والحوارات اللي كلها لها علاقة بالعيد والاحتفال بالعيد يا ليلة واول حواراتنا هيكون لي طبع ديني لحد ما وهنتكلم عن الحكمة من تشريع الاعياد في الاسلام وكيفية الاحتفال بها زي ما احنا عارفين ان ربنا جعل عيدين كل عام للمسلمين عيد الفطر وعيد الاطحى وايضا هناك عيد اسبوع للمسلمين وهو يوم الجمعة السنة دي اجتمع العيدين في يوم واحد او يوم عيد الفطر كان يوم الجمعة هنتكلم اكتر عن هذا الموضوع اكيد معانا كمان مزموعة من الفقرات السبتة فقرة الصحافة وتحيير ورصد الابرز مجاء في الصحف اللي صادرت صباح اليوم ومعانا كمان حوار عن ظاهرة يمكن بدأ تشريع لحد ما في الاعياد ظاهرة التحرش والمبادرات المختلفة الشبابية لمكافحة هذه الظاهرة ايضا هذا العام ظهور الشرطة النسائية في شكل كبير في الشارع لمكافحة هذه الظاهرة علشان الجميع يقضي العيد بطريقة تكون لطيفة ما يكونش فيه اي نوع من انواع المشاكل في الشارع ولا المضايقات ده اللي هنترحه من خلال حوار من حواراتنا النهاردة في هذا الصباح دعوة للاحتفال بالسلوك الحضاري ونبز السلوك او اي سلوك مشين ممكن ان يشي المواطن المصري والمسلم بشكل عام هيكون حدثنا النهاردة لكن قبل ما نبدأ فقراتنا الثبتة وحواراتنا في هذا الصباح ندعوكم لمتابعة اجنتة اليوم ونلقاكم بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة